اهلا وسهلا بكم على قناة دودي شو الكروشي لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل جاكت ما فيهوش حردات لتحت الباط ما فيهوش اي تعقيد ولا صعوبة النهاردة هنعمل جاكت كل قطعة وحدة اسهل حاجة ممكن تعمليها في التيريكو هو اللي احنا هنعملوه النهاردة كل اللي انتو شايفينو دي الالوان اه او هو بيتقال ان هو الجاكت التكنيقالر اهم مش شرط تتأيدي باللي احنا هنعملوه خالص حضرتك ممكن تستخدمي للجاكت دا لونين فقط لغير تقدري تستخدمي تلاتة ايا كان تقدري تنوعي زي ما انت انت وزوئك انا هعملو بنفس التكنيق والشكل اللي في الصورة اللي شفتيه فهحط فيه كل الالوان ويمكن هزود كمان الاسود فاهمين قصدي اه 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 انا لما جيت اشتري الالوان اه فيه الوان ملقتهاش فيه اليس تمام انا دا الاليس رفيع خالص الرفيع تمام اهو فانا لقيت معظم الالوان فيه معادة بعض الالوان زي كده زي اللون دا ملقتهاش غير فيه هيمالاي تمام بصي اعملي اللي انت عايزاو استخدمي الخيوط اللي انت عايزاو دا برضو حاجة تانية برضو ما كنتش لقي اللون دا غير في الحاجات دي اللي هي ايه اه مالهاش اسم او يعني مش معروفة بمعنى صح اوكي برضو ناكو تمام اي انواع خيوط اه مفيش مشكلة خالص المهم يكون الخيط مش سميكة جماعة مش تخين اه هستخدم ابرة رقم ستة تمام دي ابرة رقم ستة اه هبدأ معاكي انا عايزا الجاكت اه كاجول ولما بقول كاجول يعني اه واسع بزيادة حتى لو هو اه لبنوتا رفيعة فهو لبس الجاكت دا كاجول طيب انا هعمل في الجاكت دا الجنبين الجنبين والضهر كمان كلهم على ابرة واحدة حضرتك تقدري تستخدمي الابرة المستقيمة لان انا هعمله وش وضهر كمان قطعة واحدة فالدائرية عادي خالص انا ما عنديش مستقيمة فاستخدم دائرية فانا هبدأ على عدد اللي هو الظهر والجناب يعني بسيء الظهر والجنب الشمال والجنب اليمين فانا عايزة عدد من الغرس كده كام بقى هبدأ على هبدأ على هحط على الابرة وزي ما قلتلك لو عايزة ابرة مستقيمة اشتغلي عليها هبدأ على مية وتمانين مية وتمانين تقسمتهم هتكون تسعين في الظهر والجنب دا خمسة واربعين والجنب التاني خمسة واربعين فهيبقى الجاكت عبارة عن عدد الحلقات اللي هتتحط على الابرة مية وتمانين لو انت مش عايزة كجول الليلي الليلي في الارقام دي بحيث توزني اني لازم الظهر يكون قدي الاتنين اليمين والشمال في الامام تمام طيب انا هبدأ زي ما قلنا احنا هنعمله كجول هحط على الابرة بتاعتي اللي هي رقم ستة اللي هسيب كده جزء كويس من الخيط وبعدين احط مية وتمانين تمام طبعا يعني لازم تكوني عارفة الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة هي دي كل شغلنا اللي احنا هنشتغلوه في الجاكت ده غرزة عدلة غرزة مقلوبة غير كده انا مش هشتغل اي حاجة تاني حقيقي عشان كده عمال اقولك من اسهل اسهل ما يكون تمام طيب انا سبت جزء وهبدأ اعمل العقدة بتاعتي اهي والابرة اهي يلا بينا اضيق بس دي كده وابدأ اهو واحد اتنين لو انت مش عارفة تعملي اللي انا بعمله عندك الفيديوهات تحت اللي هي بداية الشغل وتعليم بتكون بشكل بطيء قوي عن اللي انا بعمله دلوقت طيب انا هكمل كده مية وتمانين على الابرة وارجعلك اه اه كده انا حطيت اه ام انزلي 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 اه بصو انا كده حطيت اه المية وتمانين على الابرة حطيت مية وتمانين اه حلقة على الابرة بتاعتي تمام وهبدأ اشتغل سطر عدل وسطر مقلوب سطر عدل وسطر مقلوب هبدأ أول حاجة بالسطر المقلوب تمام هبدأ بالمقلوب أول سطر بيبقى أرزل سطر أول سطر بيبقى دايما إيه أنا فين بيبقى أرزل سطر تمام أنا كده هعمل السطر المقلوب هبدأ بيه تمام بدخل كده من أمامي أو من قدامي كده أهو كده من فوق وبعدين بلف الإبرة وبخرج بخرجها من على الإبرة تمام هعمل أقرب بس كده أهو هبدأ أشتغل بالسطر ده كله سطر مقلوب لحد ما أخلصه أرجع نشوف هنعمل إيه تمام كده في نهاية السطر المقلوب تمام آخر واحدة أهي والسطر اللي جاي كده أنا عملت السطر المقلوب خلاص تمام السطر اللي جاي هيكون سطر عدل تمام أقرب كده وأبدأ أشتغل السطر العدل يبقى أنا عملت الأول سطر مقلوب سطر عدل هخلصه يبقى اللي جاي برضو إيه مقلوب يعني أنا أخلص السطر ده اللي هو العدل أهو وأرجع لك عشان نشوف هنعمل إيه كده أنا في نهاية السطر الثاني اللي هو العدل تمام أهو أهو تمام يبقى أنا كده عملت السطر الثاني عدل هعمل السطر الثالث مقلوب لأن الشغل هيختلف من السطر اللي ورده بس ده هعمله عادي مقلوب يبقى أنا عملت ثلاث أسطر سطر مقلوب سطر عدل وأنا كده في الثالث اللي هو إيه مقلوب تمام يبقى أنا كده هكمل السطر ده سطر مقلوب هكمل السطر ده سطر للآخر يعني مقلوب ونرجع عشان نشوف بقى الشغل هيتغير إزاي حاجة بسيطة جدا يعني مش تغير صعب تمام هكمل السطر ده مقلوب تمام وأرجع عشان نشوف هنعمله كده أنا خلصت السطر الثالث اللي هو غرزة مقلوبة تمام طيب أنا من المفروض بقى مشيت مقلوب عدل مقلوب تمام فده بقى ضهر الشغل وده بقى الوش بتاع الشغل اهو زي ما هو بين الوش بيبقى ناعم الضهر بيبقى فيه زي تعرجات او عقد حلو كده طيب أنا من المفروض لو أنا استمريت عدل مقلوب عدل مقلوب حرف او ديل الجاكت من تحت هيلوي بصي هيبقى ملوي لفوق كده مكسور على فوق أنا مش عايزة ده فأنا هعكس معاكي الشغل هعكسه بمعنى ايه؟ أنا المفروض خلصت السطر الثالث المفروض الثالث اللي هو مقلوب المفروض هنا عدل لأ أنا هعكس بقى الشغل يعني أنا بدل من المفروض الرابع يبقى عدل لأ أنا هشتغل الرابع مقلوب وهقولك هعمل ايه بعد ما خلصه يعني أنا هشتغل هنا مقلوب تاني السطر الرابع هدخل تمام مقلوب لحد نهاية السطر عشان الديل بتاع اللي جاكت ما يكونش متني على فوق ويكون شكل وحش وملول وكده احنا مش عايزين ده فأعكست الشغل أنا كده يعني اعتبري الجزء اللي تحت ده هو الديل وأنا بداية شغلي من السطر المقلوب ده يعني الثلاث أسطر اللي فاتوا هم ديل الجاكت وبداية السطر ده هيكون بداية عددي او بداية جسم البلوفر نفسه كأنك عملتش الحرف بالضبط اوكي هشتغل مقلوب لحد النهاية وارجعلك كده انا في نهاية السطر المقلوب اللي هو السطر الرابع يا عمي تمام تمام اخلص معاكي اهو بعد كده هيبقى الشغل بقى كله عادي خالص ما فيهاش اي حاجة مختلفة يعني مثلا انا عملت دلوقت شهو سطر مقلوب اللي جاي هيكون بقى عدل اهو السطر اللي جاي عدل تمام اللي هو السطر الخامس وهستمر بقى على كده على طول يعني عدل مقلوب عدل مقلوب عدل اهو هشتغل السطر كله عدل تمام وهيبقى خلاص جده مفيش اي اختلاف تاني هيبقى سطر عدل سطر مقلوب سطر عدل سطر مقلوب بعد ما خلص السطر ده هرجع معايكي عشان نبدل الخيط ونشوف لما نعوز طبعا هنبدل الخيط في الجاكت ده كتير قوي فبدل ما يبقى فيه بقى ايه قصقصة خيوط ومش عالفين نداري الخيوط فين ونعمل ايه هعلمك طريقة حلوة قوي لوصلة الخيوط ببعضها طريقة كده في الشغل نديفة جدا انا هكمل السطر العدل للنهاية اهو وارجع عشان نشوف هنعمل ايه كده انا خلصت السطر العدل لحد الاخر وهبدأ عشان عايزة اغير لون الخيط فهعمل ايه هقص جزء كده اهو وهبدأ ادخل اللون الجديد جبت اللون التاني اللي هغيره يعني انا كنت شغلة بموف غامق هنا موف فاتح وهبدأ اعمل العقدة بتاعتنا اللي هي بلف ده مرتين واحد كده ومن فوق اطلعه كده والتاني نفس الطريقة بلفه من تحته واحد كده تمام وابتدي اربط الاتنين دول ببعض عادي جدا اهو تمام ربطة عادية خالص اهو تمام ويبقى وصلة الخيط اهي كانها مش باية تمام ابدأ الصطر الجديد معاك كان المفروض قربت العقدة شوية من هنا عشان انا هبدأ صطر جديد طيب اوكي انا علمتك ازاي تعمليها هفكها واقربها شوية تاني هبدأ اعمل معاكي الصطر اللي جاي ما فكتش حاجة ولا عملت حاجة تمام والسطر اللي جاي هو سطر مقلوب تمام اهو هشتغله مقلوب زي ما اتفقنا ان سطر عدل وسطر مقلوب سطر عدل وسطر مقلوب تمام فما عنديش اي حاجة هتتجدد خالص غير ان كل الشغلة هيكون سطر عدل وسطر مقلوب يعني انا كده هبدأ او بدأت بالفعل مشيت على نمط الشغل كله انا كده سطر مقلوب هتلاقي بقى ان الشغل العدل او الشكل اللي هو الناعم جوه ده مع ادى الحرف اللي عملناه مع بعض بوسي انا هكمل السطر المقلوب وارجع عشان اوريكي نمط الشغل فيما بعد هيمشي ازاي كده خلصت السطر اللي هو المقلوب ورجعت عشان اعمل معاكي السطر العدل وبعد ما خلص السطر اللي هو العدل ده هاااا هاااا الفتلة في نهايته يعني انا دلوقتي هابدأ اعمل معاكي سطر عدل طبعا احنا بدأنا بمقلوب في اللون اللي هو الفاتح ده اللي هو الموف الفاتح هكمل باقي السطر وبعدين اقص الفاتلة وبعدين هقولك بقى تعملي ايه بالظبط عشان ارجعلك وجسم البلوفر يكون كامل عشان هي كده انا هفضل اقرر في اللي انا هقوله يعني سطر عادي لسطر مقلوب فمش مستاهل اني اطول في الفيديو تمام وهقولك تعملي ده كم سطر وده كم سطر يعني انا مثلا الموف الفاتح عملته سطر مقلوب و سطر عدل تقريبا معظم الالوان هيكونوا سطرين اللي هو سطر مقلوب و سطر عدل وهقص معادة الوان بسيطة اوي هدخلها تبقى سطر واحد و اقص الفاتلة سطر واحد بمعنى ايه لو هو مقلوب يبقى همشي سطر مقلوب و شكرا تمام وهقولك بالظبط كده انا في تاني سطر من اللون الموف الفاتح عملته واحد مقلوب واجي العدل معاكي وهقولك لما رجعلك هنعمل ايه كده انا خلصت السطر التاني من اللون الموف الفاتح وهقص الفاتلة وهبدأ ادخل اللون الاحمر تمام هربط بنفس الطريقة بتاعة الفاتلة اللي تعودنا عليها واحد اتنين تمام واللون الموف نفس الطريقة بلفه حوالين اللون التاني بيلفه حوالين بعض وببدأ بعد ما بيلفه حوالين بعض بربط انا قربت المراجي عشان تبقى العقدة بربط ربطة واحدة اهي بصي بقى انا هعمل ايه اهي اهو تمام كده اقرب شوية اهو هقص الاطراف اهو بأمن عليها تمام بأمن عليها عشان اهو تبقى مربوطة ربطة تمام وبعد كمان ما بقص الاطراف بأمن عليها مرة تانية اهو اهو اهي كده كده انا ضمنة انها مش هتتفك مني خالص تمام طيب اه هبدأ اشتغل باللون الاحمر طيب انا همشي ازاي بقى همشي اه انا جاي معايا ان امشي سطرين سطرين يعني انا هنا اشتغلت سطرين موف فهاشتغل باللون الاحمر اه برضو سطرين وهكذا تمام بصي بقى انا هعمل ايه هفضل شغالة بنفس الطريقة سطر عدل سطر مقلوب سطر عدل سطر مقلوب اه وكل لون هستخدمه مرتين تمام يعني انا بدأت اه يعني ايه مرتين يعني سطرين بدأت باللون الاحمر فانا هشتغل ورايح جاي انا بدأت اهو مقلوب سطر مقلوب يبقى انا هشتغله سطر مقلوب وسطر عدل ولما اعمل السطر اللي عدل هاجي اقص وادخل اللون الجديد هشتغل كده كل البلوفر وارجع اقولك تسلسل الالوان ازاي واكون اشتغلت جسم البلوفر انا عايزة البلوفر فين عايزاه اه لبعض الهنش يعني قبل الرجبة بحاجة بسيطة قبل الرجبة بحاجة بسيطة بعد ما هشتغل كل الالوان اللي عندي سواء انت عايزة تشتغلي الوان كتير او لونين فقط لغير ده برحتك خالص او ثلاث الوان هشتغل لحد الطول المناسب وارجع اقولك اشتغلت بالسنتيمتر الطول قد ايه عشان ابدأ في الجزء اللي هو هيكون اخير منه تمام يعني انا كل اللي انا هعمله سطر مقلوب اهو الشكل المقلوب وسطر عدل واده الشكل العدل سطر مقلوب وسطر عدل وده هيكون ديل البلوفر اه او الجاكت هكمل بنفسي السيستيم عشان ارجع اكون خلصت كل الالوان ورجعت اقولك هشتغل كل لون سطرين تمام ونرجع نشوف هنعمل جزئية فتحة تحت الباط ازاي اهلا وسهلا بيكم على قناة دودي شو الكروشي لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد النهاردة هنعمل مع بعض وصلت الخيوط اثناء الشغل بطريقة نضيفة عشان ما يبقاش فيه بوائي خيوط وانت شغالة ويكون الشكل مش لطيف وفي 3-4 الوقت مش بنعرف الخيوط دي مهما حاولنا ندخلها في قلب الشغل برضو بتبان طيب انا جبت لونين مختلفين الجرس بيرين كله تمام جبت لونين مختلفين عن بعض عشان تشوفي ربط الخيوط ازاي سواء بتعملي بلوفر دخل والوان كتير او حتى لو بتعملي بلوفر واحد والبكرة خلصت هتخلي في البكرة التانية طيب بتحطي الحرف ده عكس الحرف التاني حرف الخيط اهو وحرف التاني وبتبدأي بقى تعملي ايه اول حاجة بتبدأي تلف الحرف ده والدخلي من تحت واحد والطلعي من فوق كده والتاني نفس الكلام واحد اثنين تمام بقى عندي فطلة طلعة من فوق كده وفتلة دخلة او جاية من تحت خلص الكلام انا هعمل ايه هربط ربطة واحدة تمام اهو شكرا اهو اهو شايفة وهقص الخيوط الزيادة اقرب بصي هقص للاخر خالص عشان ما يبقاش فيه بوائي حاجة هشيل دول واهي سنعمل اشد ازاي اهو كده انت ضمان ان مافيش بوائي خيوط في الشغل مش نضيفة في نفس الوقت بقت فتلة وحدة شكرا ليكم اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة